النهاردة هنكتشف مع بعض علم منازل الحويات المحمولة والقابلة للطاي والانتباك وهنعرف مع بعض اهم المزايا والعيوب بس لو بتتابعونا الاول مرة ما تنسوش تعملونا متابعة واتفعلو زر الجرس عشان يوصلوكم كل الجديد في العمارة في الفترة الاخيرة اكتسبت فكرة المنازل المنطبقة والقابلة للطاي شعبية كبيرة عشان سهلة في النقل والتنميع في الموقع لان اجزاء الوحدة دي سواء السقفة او الارضية او الجدران بيبقى قابلة للطاي بشكل كل او اجزاء منها وبتقدم فكرة المرونة في الفراغ لان الوحدات دي لما بتبدأ تتجمع مع بعض فبتبدأ تدينا وحدات سكنية بمساحات مختلفة ده غير ان هي مثالية للسكن المؤقت وكمان المساكن اللي هي بتبقى معمولة للاغاثة في حالة الكوارث اما لو بتدينا نتكلم عن التصميم والمميزات فبتعتمد فكرة البيوت دي على حويات الشحن اللي بتتميز بقوتها وبتصنع من الصلب يعني بتطبق فكرة سابق التجهيز وبتجي الوحدات دي بقى حجام مختلفة وبيضاف لها ميزة الطاي عشان تبقى سهنة النقل والتخزين وبمجرد فتحها بواسطة وينش بيتم تجميع مساحة الوحدة بالكامل والوحدات دي بتيجي بقى بعض مختلفة زي اشهر الوحدات اللي بتيجي 3.4.3 وطريقة فتح الوحدات دي بتعتمد على اكتر من طريقة زي فكرة تركيب المفصلات او تركيب هيكل معدني قابل للطاي اما بالنسبة للتصميم الداخلي فبالرغم من صورة حجمها انها بتوفر تصميم داخلي مميز لان كل الحوائط معزولة ضد الحرارة والصوت والحريق ومش بتحتاج اي تشتبات والوحدات مجهزة بالكامل بكل المرافق ده غير ان في وحدات بتيجي مميزات اضافية زي ارفاق بيها الواح للطاقة الشمسية وانظمها لتجميع مياه الامطار وكمان الميزة اللي ممكن ترفها ان هي ممكن تبقى مستدامة بالكامل عشان دلوقتي ابتدوا يصنعوها من مواد معاد تدورها فهتبقى كمان صديقة للبيئة لكن من اهم عيوبها ان هي اهل في المتانة من البيوت التقليدية ده غير ان هي مش بتدمرونا في الشكل الخارجي لانها بتجي في سورة بلوكات بابعاد سبتة زي ما ذكرنا اما لو اتكلمنا على اشهر الامثلة فانتكلم على منزل باك اند جو اللي موجود في ايطاليا للمعماري ماركو فابتدى يعمل منزل مكون من 3 اجزاء جزء ثابت هيبقى فيه الحمامات والمطابخ والجزئين التانين قابلين للطي عن طريق تسبيت هيكل من المعدن قابل للسح واول ما بيتم فردهم بيشكلوا بقية الفراغات المعاشية زي جناح المعيشة وجناح النوم وعشان يبقى سريع في الفرد يبتدى يركب عجلات تحت الوحدات دي وبتتميز الوحدة بخفة وزنها وسعودة لقلها للموقع موسيقى